فيه سؤال افتراضي بنسمعه كتير جدا وهو لو جالك فجأة مليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ سؤال جميل كده تحس انهم بيرايحة عصابك كده لو جالك مليون جنيه لو كسبت فجأة مليون جنيه تعمل ايه؟ طبعا غالبا كل واحد بيتخيل هيصل في الفلوس في ايه بقا في شقة في عربية أو حتى عشان يسدد ديونه لكن اكيد مفيش حد خياله وصل لرد فعل ياسمين ياسمين لقيت معاها فجأة اتنين مليون جنيه ياسمين ممرضة بتشتغل في الوحدة الصحية في قرية البدراوي تبع مركز كفر سعد في دومياط كانت وقفة قدام الاتم بتاعها مستنية دورها عشان تسحب المرتب بتاعها واكيد وقتها بقى ياسمين عملة تحسب وجبها يمين وجبها شمال عشان لاربع تلاف وخمسمائة جنيه اللي هم مرتبها هيغطوا المصاريف بتاعتها لاخر الشهر ولا لأ لكن لكن اول ما ياسمين جت تسحب الفلوس شافت قدامها رقم من النوع اللي عمرها ما شافته في حسابها قبل كده الرقم اللي هو ابو 6 صفار ياسمين لقيت في حسابها حوالي 2 مليون جنيه إلا شوية يعني صغيرين وقفت بص على الرقم تفتح أنيها وتغمضهم أنا صحية لا مش صحية مرة واثنين وتلاتة مش مصدقة جالها صدمة لكن كانت أول حاجة تخطر على بالها إن الفلوس دي مش فلوسها الفلوس دي مش من حقها وإن أكيد فيه غلطة والفلوس دي لازم ترجع لأصحابها دي أول حاجة فكرت فيها ياسمين الستة المصرية الأصيلة يعني الفلوس ما زغللتش عنيها ما حصل لهاش ولو للاحظة صغيرة كده تفكر ها أعمل إيه طيب استنى طيب ما روح البيت أشاور أهل رحت على طول بلغت إدارة الوحدة الصحية رحت عملت محضر في مباحث الأموال العامة على طول طبعا ياسمين أهل قريتها دلوقتي بيسموها الممرضة الأمينة وبقت مشهورة جدا في قريتها ويعني عارفين كده قصة علي بابا اللي لما فتحها المغارة ولقى الفلوس والدهب واليقوت قال دهب يقوت بورجان أحمدك يا رب وما سألش نفسه هي الحاجات دي بتاعت مين لا لا ياسمين كانت غير غير كده خالص يعني وانفاكرين في قصة علي بابا ما عبق أي عبي ويشيل لا 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 ست ياسمين ست جميلة ست مصرية أصيلة أعتقد أنه حكايتها لازم تتدرس للأطفال بدل بقى حكاية علي بابا اللي كان لابس حرير في حرير اللي كان بعد الضنة مفتح المغارة بقى لابس حرير في حرير لأن الحياة ياسمين زي أي إنسانة شريفة محترمة اعتبرت أن الفلوس اللي كانت بين إيديها مصيبة مش غنيمة هم تقيل كانت شايلاء لأنها عارفة أنها أمانة لازم توصلها لصحابها لازم تردها لصحابها هي وصلت لها بالصدفة بس لازم هي تعمل الصح وترجحها لصحابها ترجمة نانسي قنقر